وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكدت وزيرة الصحة هالزايد أن مصر ستصبح في مصاف الدول الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات مشيرة إلى إعداد مصانع الشركة القابدة للقاحات والأمصال فاكسيرة بمدينة السادس من أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبا واستعردت الوزيرة خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية كما تطرقت زايد إلى مناقشة موقف مصر من توفير لقاح كورونا للمصريين وغير المصريين مع الجانب الألمني وإمكانية التعاون في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا